حياكم الله قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن عرضت بين أيديكم فيديو يتحدث فيه ضياء الشكرتشي الذي كان من كوادر حزب الدعوة الإسلامية وبعد ذلك خرج من الجو الإسلامي عموما أتحدث عن الجو الإسلامي السياسي رجاء أعيد بث الفيديو وبعد ذلك المجلس الأعلى والمرجعية كانوا مسؤولين عن تسريب نسخة مزورة من الدستورية وستاذ وائل ما يدري بها إلى جريدة الصباح بأشياء غير متفق عليها بأشياء غير متفق بها ثبتوا طبعا المشكلة ربما الباب الثاني اللي كانوا بإستاذ وائل هنا أخبس سؤال اعتراضي هنا أخبس سؤال اعتراضي سؤال اعتراضي سؤال اعتراضي سؤال اعتراضي جلسات كمقرر لكن طلب مني سيد أحمد الصافي أن أكتب التقارير بمعنى المحاضر على غير ما قررنا اعتذرت طلبهم ارتيا مني اعتذرت وانسحبت كمقرر بدأوا يجتمعون بدوني همام حمودي صدر علي فيتو بأنه يقعدون الخمسة وخمسين عشرين مرة أرفعيدي ما لش اسمه كان الدكتور حسين ما ندري يشكرني متدين كان هو يطيق الدور لما رعت عليها قلت لي يا دكتور قال لي والله أوامر قال لي أوامر أوامر ألا أعطى دور هذا الواقع كان جمعنا السيد أحمد الصافي خلي أقولها بمقر المجلس الأعلى وقل لنا كان رايح لنا جاف وراجع يراجع محمد رضا سيستاني ويرجع قال لنا أنا أريد الآن أضع أمامكم أنتوا أعضاء لجنة كتابة الدكتور من الإتلاف العراقي الموحد يعني الشيء إسلامويين أريد أضع أمامكم ما هي الخطوط الحمر التي لا يجوز لكم تجاوزها اللي مختلف لا يقول رأيه خلي أيد ما نريده أو يسكت بدأ يعدد الخطوط الحمراء أنا سديت جنطتي وقيت له ما أعتذر عني مواد آخر زين بالله عليكم إذا ذول الكوادر السياسية والقيادات الإسلامية ما يشترون رأيه مفلس لو يوافق حتى لو كان لا يؤمنوا بهذه الموافقة لو يسكت وينشد تتوقعون أن محمد رضا السيستاني أو أن أبوه يحترم آراءكم آراء المشتركين في الانتخابات أنتم مضحوك عليكم هذا هو الواقع الواقع الموجود في أجواء المرجعية ما يتحدث عنه ضياء الشكرشي يتحدث بحدود القضية أقبح بكثير من هذا الذي يتحدث عنه ضياء الشكرشي رجاء أعرضوا لنا صورة بيان مكتب السيستاني هذا هو بيان مكتب السيستاني بالضبط مثلما هم كتبوا سؤالا افتراضيا وإلا هذا السؤال لم يوجهه أحد إليهم لا مأسى بذلك وكتبوا هذا البيان وكتبوا هذا البيان للضحك على ذقون الشيعة البيان يتحدث عن أهمية أصوات المشتركين في الانتخابات هم لا يعبؤون بأصوات كبار القوم الذين انتخبوا واختيروا لكتابة الدستور وأنتم شاهدتم واستمعتم ودققتم في الفيديو السابق فأنا عرضته عليكم أكثر من مرة بعد هذه الحقائق هل تصدقون بأكاذيب بيانات مرجعية السيستاني يحدثونكم عن أهمية أصواتكم ويحدثونكم عن أهمية الدستور ما هذا هو الدستور ويعبثون به ومثل ما حدثكم ضياء الشكرشي أحمد الصافي رايح رادم سويها خري مري ما بين بغداد ومحمد رضى السيستاني خري مري لتزوير وللعبث بالدستور بحسب ما هم يريدون بغض النظر عن الذي يريدونه قطعا حتى لو بدأ من أن الذي يريدونه لمصلحة الشيعة فهم لا ينظرون إلى ذلك هم لا ينظرون إلا إلى مصالحهم بالضبط كموقف السيستاني مع عمر موسى والذي سنأتي عليه فهو لا ينظر إلا إلى مصلحته ومصلحة أولاده وأصهاره ما يرتبط بمرجعيته وسلطته الدينية الدينية التي هي في الحقيقة ما هي بدينية هي سلطة دنيوية ولكنها لبست بلباس ديني ويحذر الناخبين من أن ينتخبوا الفاسدين يعني أن الناخبين لو انتخبوا صالحين مثلا فهل أن رئيس الوزراء يأتي من هؤلاء الصالحين هو سيأتي من نفس المجموعات الفاسدة التي تحظى بدعم المرجعية الرشيدة دامت ظلالها الوارفة على رؤوس شيعة العراق وعود خلي أكلون فشقي سألوا الموصليين عن الفشقي ما معناه فهذه كلمة موصلية خلي أكلون فشقي إلى أن يشبعون من وراء المرجعية رجع أن أعرض لنا الفيديو الذي يتحدث فيه محمد السعبري محمد السعبري من كوادر حزب الدعوة الإسلامية من الكوادر المتقدمة وكان قريبا جدا من نور المالكي لذا حينما يتحدث عن نور المالكي يتحدث عنه بكنيته أبو إسراء وحينما يتحدث عن حيدر العبادي يتحدث عنه بكنيته أبو يسر أبو يسر الذي يتحدث عنه محمد السعبري وحن فساده واستغلاله لمنصبه هو حيدر العبادي وأبو إسراء هو نور المالكي فهؤلاء هم الذين جاء بهم أسستاني رجاء اعرض لنا الفيديو الذي يتحدث فيه محمد السعبري في برنامج ناس وحكومة على قناة المدى يعني يعني هو الحكومة هي الحكومة ذات هلوس يعني سيطني ذات هلوس باللقاء يعني أنا كم مو عيب يعني حكومة بكم ذات هلوس بعد 13 سنة تكذب والشعب يشوف بخطيام تصيح علوياك علي مجبوة مو ثقافة تحددوها إلى علوياك علي سني شيعي يهودي بسيعي السفيري الأمريكي هسا إذا راح للكرم مهم يسوي لها علوياك علي فهي ثقافتنا المحدودة عودا إلى البدء مزيما تفضل الأخ نحن هوية رئيس الجهاز معلتنا سرية من يدير العمليات لا نعلم من يقود الجهاز لا نعلم الأمن الوطني الأخ فالح الفياض أبراء الصاحب وأخوية لا يملك بالأمن الوطني شيء مثل ما يملك أخيه علي شيخ علي الأمن الوطني الآن إذا عندك تعينات تروح الشيخ علي ما تروح لحج فالح الفياض تعينات أي أي وحد عنده تعيين يروح لحج الشيخ علي لي شنو وصيف أخو الوزير وزير أخو الوزير وزير واخو رئيس الوزراء رئيس وزراء عنده صفة حكومية أخو رئيس الجهاز هو إذا أنت ابن عم من عم خالص رئيس الجهاز مدور هذا أخو وأكبر منه دولتك يعني حسابه يسر منص عمام جي هذا حج جب السراء منص قرائبة استولت على عراق سيش ما تحجون الصدق أي تحجون الصدق أو لا أريد أسمع منك أنا أريد أسمع مني على أساس التجامل غارجي عراق مدري أنا أنا آي الأسوال مو أنت صديقهم أنت غير بصفهم لا شوف أربعين سنة تقولوا إياهم مو 89 14 سنة سقطت نظه مش مدري والله ودعت شوف أنا استطلعتونا من حديثنا لا هو هذا حديثنا هو هذا حديثنا الأساسي زين هو هذا حديثنا الأصلي وإلا إحنا نائدنا مترو راح يقعد واحد يخرب علينا ويتراد بالمترو مالتنا قل راح نسوي لكم مترو بس أكو مترو شال بالمتين وخمسين ما أكو شال مويلات مه رئيس وزلاء يستنم السلطة يطلع بالتلفزي ويقول والله ما أكو غير بس أربع ملايين مليارات ورا شهر يقول عن نستمت بس ثلاث مليارات تنزيلات عليه مليار وين راح ما ما أدري يجوز يعني هم حسابهم بالغض قاعد بالبنج يحسوا برقة ورقة ما يعني يعني على العلاق ضحك عليها قال هل قد عندنا وبعدين قال غير شك ما أدري الدولة بواد الشعب بواد المظلومين بواد الكسب بواد الصحافة بواد والإنترنت زين أين صوتكم أين أخير لا تكتبوا هذا في الصحف لا تدونوا في كتب له لأنشروب من الناس لا لا هم يعرفون الصحف تعرف هس أنت اليوم اليوم أنت صديق المعارضين الحاكمين حاليا أنا صديق المعارضين الفاشلين حاليا الفاشلين هذا وصفك محبان أو قل عليهم لا لا لأ انطيني انجاز ما بيها شي انطيني لا حبيبي انطيني انجاز انطيني انجاز انت تروح بتحاقد مرز مرز مرض مرض المطارات مرض المطارات شون هذا مطار أبو ديالة يريد يفتح مطار وإحنا عندي ديالة 54 كيلومتر يعني الطيارة طير مننا بعد طيارة توقع بديالة أبو كاركوكي يريد مطار أبو كربل يريد مطار أبو الكوف يريد مطار أبو الديواني يريد مطار تطور تطور إيش شون بالمحشال هاي مون طيارات هاي فقع فدنا هاي بس اسمحني تعرف ليش المطار الله العظيم ليس المفروض المطار المطار به فيه أموال زين هذا أبو المطار عمار المدني أبو ديوانية رادي يسوي مطار زين فخابرة ثانية قلتهم جيب المعلومات طلع المعلومات بين وثيقة الكويت والتاجر الكويت وكذا 12 مليار دينار تنزل بحساب فلان بس هي ترجع إلى فلان لأن بعدين يحولها إلى مرتفلان إلا ابن فلان بأثناء هي نفسها لنفس المحافظة فالقضية من قلية المطار قضية 12 مليار المطار به 12 إلى 18 مليار ما ذكره محمد السعبر على سبيل الطرفة قال المحشال المحشال يعني المقلع إذا أردنا أن نحاوله من اللهجة الشعبية العراقية المحشال يعني المقلع ما يقال له في لغة العرب المقلع وهو يتحدث عن المقلع الذي يستعمله الصبية في اللعب حيث يضعون حصاتا أو حجرا وبعد ذلك يقذفون به عاليا فالمحشال هو المقلع ما تحدث به محمد السعبر عن أن المالك صلط عشيرته وأهله على العراق وكذلك العبادي أبو يسر هذه القضية ليس المالك من اخترعها ولا أبو يسر حيدر العبادي هذه القضية تعلموها في حزب الدعوة وحزب الدعوة هو وليد النجف وليد المرجعية منذ أن أسس طوسي حوزة النجف وإلى يومنا هذا لم يأتي مرجع من المراجع إلا وسلط أولاده وأصهاره وأحفاده وأقرباءه على الشيعة بخط النظر هل هم من أهل العلم هل هم من أهل الدين هل يمتلكون كفاءتان هل عندكم هل يمتلكون كفاءتان هل هم قادرون على إدارة الأمور هل عندهم حكمة في تدبيري وتصريفي شؤون المرجعية أو شؤون الشيعة أي مرجع يأتي ابتداء من الطوسي سلط علينا على شيعة ولده ذلك الجاهل ذلك العمار قطعا مراجع النجف لا يقبلون مني أن أصفه بهذا الوصف لا شأن لبين سلط علينا ولده العمار وبقي مرجعا على الشيعة إلى ما يقرب من ستين سنة زرب الشيعة وإلى يومك هذا بتمام معنى هذه الكلمة زرب الشيعة مرجعية الوراثة مات الطوسي فجاء ولده ولقبوه بالمفيد الثاني وأسبغ ما أسبغ عليه من الأوصاب وهو حمار 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 وبقي الأمر على هذا الحال يجري عبر القرون إلى زماننا هذا وروحوا دوروا أكو مرجع ما مصلط أولاده وأصهاره وأحفاده من الأحياء أو من الأموات لن تجدوا لن تجدوا مرجعا إلا وسلط أولاده وأصهاره وأحفاده ما النوم الوائلي من صارت عنده مشكلة مع الخوء وأولاد الخوء في قضية أخماس حكاية لها تفصيلها وتحدثت عنها في برامج سابقة من شان يقول إحنا لازم نشترط بالمرجع الشيعي كون خصي هذه نص عبارة الوائلي حتى نخلص من أولاده وبناته بعد ما عنده لا أولاد ولا بنات فلا بد أن نضيف شرطا في شرائط المرجع أن يكون خصي أن يكون خصيا أنا في مرة من المرات كنت في مدينة مالمو في السويد وكنا في مجلس عام وتسلسل الحديث إلى أن وصلنا إلى مشكلة الوائلي مع الخوء وأولاد الخوء وذكرت هذه القضية من أن الوائلي كان يقول علينا أن نشترط في مرجع التقليد أن يكون خصي أن يكون خصيا أنا أنقل نص عبارة الوائلي أن يكون خصي بالتعبير الشعبي كان أحد الأساتذة من أساتذة الجامعة موجودا فقال لي شيخنا بس إحنا شلون ندري يعني هذا راح يصير مرجع أو ما يصير مرجع لأنه طلاب الحوزة يجون يدرسون وبعدين يصيرون مرجع فلازم نشترط من البداية أن اللي يدخل للحوزة لا بد أن يكون خصيا وإلا إذا لم يكون خصيا فحينئذ سيتزوج ويكون عنده أولاد وبنات فلا بد أن نشترط من البداية إما أن يكون طالب الحوزة خصيا أو نخصي من يدخل للحوزة كلام منطقي معقول جدا بحسب ما قال الوائلي إذا أردنا أن نطبق ما قاله الوائلي أنه أن تشترط الشيعة في مرجع التقليد أن يكون خصيا حتى نخلص من أولاده وبناته وأحفاده على الأقل نخلصنا من صفحة من طاعة الحظ وإلا هي طاعة الحظ الأصلية هي بالمرجع نفسه مو في أولاده وبناته ولو بخير ما يسلط أولاده وبناته وأحفاده على الشيعة هي طاعة الحظ أصلا موجودة عند المرجع نفسه على أي حال هذه المشكلة تحدث عنها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد الكتاب الذي بين يديه هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه من جملة أوصاف المراجع الذين هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري إنها طبعة منشورات ذوي القربة قموا المقدسة صفحة 273 الحديث طويل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن مواصفات هؤلاء المراجع يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقة في الرواية وإهلاك من يتعصبون عليه وهذا يأتي ضمن السياق والمراد ويهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقة إذا كان معترضا عليهم فهم يتعصبون عليه فيهلكونه بكل الوسائل وماذا يفعلون ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له من أولادهم أصارهم أقربائهم وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة هذا النظام يعمل به جميع مراجع الشيعة في النجف في كربلاء في قوم في مشد فهؤلاء مراجع السوء فقهاء الضلالة الذين هم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذن هذه الصفة التي تحدث عنها محمد السعبري في نور المالك في حيدر العباد وفي سائر رؤساء الوزراء وفي سائر القيادات الإسلامية أتحدث في جونا الشيعي والجو السني ما هو ببعيد عن هذه القضية هو غاطس فيها أيضا لكن حديث في واقعنا الشيعي لأن الرسالة رسالة مفتوحة إلى مراجع النجف في أجوائنا الشيعية فهذا هو شأن هؤلاء المراجع الأنجاس يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقة ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذل والإهانة مستحقة هذا هو واقع مراجع النجف وإذا كان الخطاب موجها إليهم فهذا هو واقعكم وهذا حديث إمامنا الصادق يكشف حقيقتكم لكنكم بمعونة الشيطان استطعتم أن تخرجوا هذا التفسير الشريف من دائرة الثقافة الشيعية ووجهتم إليه كل طاقتكم الشيطانية لإبعاده عن العقل الشيعي ونجحتم في ذلك وإلا لو أن الشيعة تثقف على تفسير إمامنا الحسن العسكري وتعلموا ماذا يريد أئمتنا من الشيعة وكيف يشخصون مراجع تقليدهم وكيف يشخصون فقهاءهم الذين يكونون مرضيين عند إمام زماننا لما وصل حال الشيعة إلى ما وصل إليه لكنكم وأنتم تنفذون يا مراجع النجف برنامج إبليس في تدمير حديث أهل البيت نجحتم في إخراج تفسير إمامنا الحسن العسكري مثلما نجحتم في إخراج ما هو أكثر من 95% من حديث أهل البيت وأخذتم الشيعة باتجاه ثقافة سقيفة بني ساعد وفقا للمنهج الطوسي وصنعتم منهم قطعان بهائم كما تصفونهم أنتم ولقد نجحتم في ذلك نجاحا باهرا نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفة إمامنا الباقر صلوات الله عليه يا أبا حمزة يخرج أحدكم فراسخة فيطلب لنفسه دليلة وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض فاطلب لنفسك دليلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا وصورنا فأحسن صورنا وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه ولنا نطقت الشجرة وبعبادتنا عبد الله عز وجل ولولانا ما عبد الله أعتقد أن الصورة صارت واضحة لديكم من خلال البيانات التي عرضتها بين أيديكم الخطاب أساسا موجه لمراجع النجاف لكن الرسالة رسالة مفتوحة فجمهور قناة القمر يشاهد هذه الحلقة فلابد أن أخاطبه أيضا سأنقلكم إلى ملحمة أسطورية إنها ملحمة أصاية والعباءة السيستانية ملحمة أسطورية ملحمة الأكاذيب والدجل والضحك على ذقون الشيعة استفروا علي لا تستعجلوا علي ستشاهدون الحقائق بأم أعينكم سأبدأ من أحد خطباء الخليج عيسى آل إحبارة رجاء أعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عيسى آل إحبارة عن ملابس السيستاني وكيف أن الصاية الصاية يعني القباء الصاية كلمة ما هي بعربية الأصل لكننا إذا أردنا أن نأتي بالكلمة العربية الصاية التي تكون في موضع كلمة الصاية القباء القباء هو الصاية لباسه رجال الدين وقال البشت البشت يعني العباء الصاية والبشت والإعمامة بحسب عيسى آل إحبارة فملابس السيستاني هذه منذ أيام الخوئي الخوئي متى توفي؟ توفي سنة 1992 ميلادي في الشهر الثامن في الشهر الثامن سنة 1992 ميلادي توفي الخوئي فعيسى آل إحبارة يقول صاية السيستاني وعباءة السيستاني وعمامة السيستاني من أيام الخوئي والرجل فقط يغسل ملابسه ويلبسه نفسه ما أدري من يغسل يضل عريان أو شلون بأي طريقة مثلا أعرضوا لنا عيسى آل إحبار إثيابة الذي صلى فيها على المرحوم السيد الخوئي عليه الرحمة إلى الآن هي ما غيرها بس يغسلها يلا من مات السيد الخوئي عليه الرحمة إلى اليوم كان نفس الصاية ونفس البشت ونفس العمامة ما يغير هذا الشيء يملك في الدنيا ترى ما يملك شيء دولة الذي فاهمين الدنيا فاهم صحيح هذا الفيديو رفع على اليوتيوب بتاريخ 19 12 2017 التواريخ موجودة عندي أنا لا أريد أن أنشغل بقضية التواريخ تواريخ البرامج تواريخ الرفع لا أريد أن أنشغل بها كثيرا لكن أأخذ هذا على سبيل المثال إذا أردنا أن نحسب من تأريخ الرفع 19 إذا أردنا أن نحسب من تأريخ الرفع الرفع على اليوتيوب 9 12 2017 إذا رجعنا إلى زمان وفاة الخوئي 1992 وقطعا هذه الملابس كانت موجودة عند السستاني قبل وفاة الخوئي فهو لم يكن يمشي عاريا فإلى تأريخ رفع هذا الفيديو على اليوتيوب أكثر من 35 سنة الملابس التي يلبسها السستاني وينزعها فتغسل ثم يلبسها بعد ذلك من عيسى آل إحبارة إلى سعد المدرس أيضا يحدثنا عن أن عمر الصايا هو لم يأتي باسم السستاني لكن قضية صاحة السستاني صارت ملحمة أعظم من ملحمة قلقامش أعرضوا لنا فيديو سعد المدرس أقول لك ترى رجل الدين والحمد لله اليوم علماءنا في الغالب الأغلب ترى على درجة عالية من الزهد بالدليل شو بيته تلقى إيجار بعض علماءنا معروف عن هذه الصايا اللابسها عمرها 30 سن مع أنه عنده الأموال وترى أموال ضخمة أحيانا هو يتحدث عن السستاني لأن هذه الملحمة هي ملحمة السستاني محمد حسين الصغير قطعا هذا جيوبه ملأة ملأة من جاور السعيدة يسعد هذا في جملة الحبربش السستاني محمد حسين الصغير وعلى قناة أي أن أن الفضائية يحدث هنا عن ملابس السستاني التي صارت ملحمة أسطورية عظيمة يعني رجل أنا ما اطلع على الحوال رجل زاهد في الحياة أكاد أقسم أنه في ملبسه الذي يرتديه قبل المرجعية إلى اليوم ما غير قطعا هذا الذي تحدث به عيسى آل إحبار وسعد المدرس وكذلك محمد حسين الصغير هو أصداء لعملية تبليغ سيستانية على المستوى الشخصي السيستاني هو الذي يبلغ عن هذا الموضوع بنفسه مع أنه صاموت لا يتكلم لكن في هذه القضية في عملية التبليغ لصايته وعباءته وعمامته كي يصنع للشيعة ملحمة أسطورية سيستانية نبدأ من زمان الحسناوي وهو يحدث هنا على المنبار عن هذه الصاية السيستانية العجيبة الأنتيك رجاء اعرضوا لنا فيديو زمان الحسناوي إخواني هل تعلمون هذا مبحثي بس قلت اللي أردنك الجروح نصرة لحوزتنا ونصرة لعلمائنا ومراجعنا ونصرة لمنبرنا الحسيني ونصرة لعمامة رسول الله وأول مرة أتكلم بهذا الكلام إخواني تعلمون هذا باب الفاتيكان باب الفاتيكان يعيش بشنو تعلمون شايفين تقارير عن حياته لو ما شايفين تقارير عن حياته تدرون بس الثوب اللابسة يفروا من دولة الدولة كل دولة كل دولة مشهورة بمثلا حجر كريم الفلاني وذيك الدولة بحجر كريم الفلاني يأخذوا طائرة خاصة ملابسة أنا شايف التقرير الفضائي على ثوبة فقط يأخذوا لهاي الدولة المشهورة بهذا الحجر الكريم يرصعون ثوب وأكو دولة ثانية بحجر ثاني يأخذوا بالطائرة ذيك الدولة ويعيش في حياة يعني ما رأتها عين ولا سمعت بها أذن ولما يطلع بالشارع يتقاتلون عليها وأنت مرجع النجف ينقل لي أحد العلماء راح زاره وهذا العالم ينقل لي يقول لي يا شيخ لما أتخلف على السيد قال لي يا سيد فلان هسا أنا اسمه عرفة يريده بعد المنبر أنطي يا سيد فلان وحق جدتي فاطمة وحق جدتي فاطمة من ثلاثين سنة هاي الصايا أنا ما أمبدلها أكو واحد بيكم يتحمل ثوب ثلاثين سنة هو أكثر من هذا أنا شون بعد أواس الناس يقول حتى من قال وحق أمي فاطمة ثلاثين سنة آن بهاي الصايا ما أمبدلها ثلاثين سنة آن يلابس أكو أكثر من هذا بعد شون أواس الناس آن هاي مؤسستكم الدينية يا إخوان خنكون واقعيين لكن هي أمكانيات تبقى محدودة يا إخوان مو مثل ما يصور البعض والبعض يحشون حتي الله لا يرضى عليهم بجاه محمد وقال محمد البعض إحنا ندري بي كذب بشي تسوي ندري بي كذب كانياتها محدودة وهي تقدر هاي طاقتها والله يا زمان أنت الذي أنت الذي تكذب لأنك تعرف الحقيقة جيدا أولا أنت نجفي وتعرف ماذا يجري في دهاليز النجف وثانيا أنت مؤمن مؤمن نجفي مؤمن يعني معمم أنت الذي تكذب أنت تعرف الحقيقة وتتحدث بها في مجالسك الخاصة لكن هذا لأجل التكسب والترزق بحسب زمان الحسناوي الصايا عمرها ثلاثين سنة زين هذا الفيديو رفع على اليوتيوب 24 سبعة 2013 طبعا تأريخ المجلس موجود 14 شهر رمضان 1434 تواريخ موجودة عندي إذا أردنا أن نحسب من تأريخ الرفع على اليوتيوب 24 سبعة 2013 إذا أردنا أن نعود إلى الوراء إلى ثلاثين سنة يعني 1983 يعني صاية السستاني هذه تعود إلى 1983 بالنسبة العيسى آل حبارة وبالنسبة لمحمد حسين الصغير تحدثا عن أن ملابس السستاني هي ما قبل المرجعية لكن هل يعقل أنها تعود إلى سنة 1983 ومرجعية السستاني بدأت بداياتها ما بين 1992 و93 فهل يعقل أن ملابسه تعود إلى سنة 1983 أم هذه أكاذيب والكذاب ينسى أنا لا أكذب زمان الحسناوي ولا أكذب عيسى آل حبارة أكذب أسستاني أسستاني في كل مرة يذكر رقما وبغض النظر عن هذه الأرقام لأن الكذاب ينسى اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه المبلغ السستاني الإعلامي الأول عندهم رشيد الحسيني يتحدث عن صاية السستاني التي عمرها 25 سنة وعن عباءة السستاني التي عمرها 30 سنة رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو أنا شخصيا حضرت عند مراجع المسلمين وعلى رأسهم سمحت السيد المرجع الأعلى إني قال لي الله شاهد قال سيدنا هذه العباء التي أنا ارتديها هي في الواقع منذ 30 سنة عباء يرتديها و هذه الصاية أنا منذ 25 سنة 25 سنة يعني ربع قرن عند صاية ومن رشيد الحسيني إلى محمد أمين شبر يقول من أن السستاني قال له من أن عمر عباءته 20 سنة وهو قال لي يا سيد أمين انظر إلى هذه العباءة التي على كتفي هي من أردأ أنواع القماش وصار إلى 20 سنة على كتفي هذا الزهد ومن محمد أمين شبر إلى ياسين الموسوي حيث يحدثنا عن أن دشداشة السستاني مشققة وأن الصاية عمرها 20 سنة رجاء اعرضوا لنا الفيديو انت شايف شو نعيش السستاني شو نعيش حياة صح تجي فلوس بس يعطل من در من دينا يعيش حياة الفقراء من 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 يقدر إيش هو وعائلته والزوار وعال الناز ضايحة أف 70 متر بيلت بالنجاف كبرى سبعين متر من يقدر سبعين متر صايت المرق قال لي هاي صايت عن صان عشوين سنة لابس عشوين سنة لابس آي جداشة مشققة آي ابن يروح يسوي قلوم سي نحن نباق الواحد مشتو ابن يروح يسوي ويروح نسكيل وطماغ ويسوي في البيت الجام هاي يومي ياخذ العلال ويروح والناس تعرف السلط هذا أكل هاي شو أكله أقل ما يأكل حياتي حياتي الفقراء من خلص أم من خلص كي وقائم بمعيشة حليئات الآلاف من الناس سيد ياسين وانت تدري الشارع كل البيوت اللي موجودة بيه هي بيوت على الجانبين ومن داخل الشارع ومن خارج الشارع كل البيوت بالمنطقة هي بيوت هذا المكان الصغير اللي أنت تتحدث عنه هذا بقينا مثل مسمار جحة هذا لذر الرمادي في العيون وإنت تعرف كل الزيان يا سيد ياسين سؤال في الأمم الحش مو الشكل مو الشكل يا سيد يا سيد هذا ضحك عن الذقون على أي حال أنت تعرف مسؤوليتك أنت الذي ستجيب على الأسئلة حينما نقف جميعا كي نسأل سام البدري هو الآخر يحدث هنا عن عباءة السيستان وعمرها سطعة سنة الظاهر بعد أحديثه عمرها سطعة سنة أحديثه يعني فتية بتعبيرنا الشعب العراقي أحديثه يعني فتية كل هؤلاء من أخبرهم السيستان بنفسه كلهم ينقلون عن السيستان زمان الحسناوي ينقل عن شخص عن السيستان ويقسم لهم أقسام مغلضة لماذا هل يكذبونه أم أن القضية تحتاج إلى أقسام كي يصدقها المستمعون هذه ألعوبتون أكذوبتون شطنتون أي زهدين هذا الرايح والرات لازم يحلف لأيمان هذه صاية عمرها 30 ذي شاء عمرها 25 والأرقام مختلفة لنفترض أن الأرقام المختلفة بسبب اختلاف الزمان الذي تحدث فيه لكن لماذا يتحدث للجميع فهل الزهد هو هكذا ماذا يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف قطعا السيساني لا اهتم كثيرا بنهج البلاغة بحسب منهجه السند والرجال فنهج البلاغة ضعيف من هذه الجهة على أي حال الحكمة 28 الحكمة 28 من الحكم القصيرة والأقوال المقتضبة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة الشريف الأمير يقول أفضل الزهد إخفاء الزهد هذا هو الزهد الذي يريده علي وأهل علي صلوات الله وسلامه عليه أما هذا الذي يتزهد ويظهر زهده لكل من هب وداب فذلك الزهد على طريقة سفيان الثوري حكاية مفصلة لا أجد وقتا لأن أحدثكم عنها سفيان الثوري من مخالفي أهل البيت كان يظهر زهده للغادي والرائح للرائح والغادي للجميع فطريقة السستاني على طريقة سفيان الثوري وليس على طريقة أمير المؤمنين الذي هو في جواره ولا يزوره أمير المؤمنين هكذا يقول الحكمة الثامنة والعشرون أفضل الزهد إخفاء الزهد أما إظهار الزهد لكل رائح وغادي ولكل غاد ورائح فتلك هي طريقة الحسن البصري وتلك هي طريقة سفيان الثوري ما هي بطريقة علي وآل علي طريقة علي وآل علي هكذا يقولون أفضل الزهد إخفاء الزهد فلماذا يظهر زهده لكل قادم يأتي إليه قطعا ليس كل الذين أخبرهم السستاني لهم فيديوات على الإنترنت وربما كانت لهم فيديوات وما وصلنا إليها وربما توجد لهم فيديوات الآن ولكننا بحكم محدودية البحث ما استطعنا أن نصل إليهم قطعا الذين لم تكن لهم فيديوات على الإنترنت وأخبرهم السستاني عن ملحمته الأسطورية في صايته وعباءته قطعا العتد أكبر وماذا تنتفع الشيعة من صاية قديمة أو من عباءة قديمة في الوقت الذي تضخ فضائيات السستاني الفكر الناصبي والعقائد الناصبية ماذا تنتفع الشيعة من صايته الزهيدة الثمى ومن عباءته الرخيصة القديمة ماذا تنتفع الشيعة من هذا وهو ينصب الفاسدين رئيس وزراء بعد رئيس وزراء إنهم يأتون فاسدا بعد فاسد بدعم منه لو لم يكن حاميا لهم وكان يريد الصلاح والإصلاح باستطاعته أن يقدمهم إلى المحاكمات لكنه هو الذي يحميهم باستطاعته أن يقدمهم إلى المحاكمات إلى القضاء لكنه هو الذي يوفر لهم الحماية الكاملة يضحكون عليكم مثل ما يضحكون عليكم في بيان الانتخابات من أنهم يحترمون أصواتكم وأنتم شاهدتم قيادات إسلامية منتخبة لكتابة الدستور لا يحترمون أصواتها فكيف يحترمون أصواتكم أنتم مسخرة مهزلة ومضحكة يضحك عليكم هؤلاء وأعود أوجه سؤالي إلى السستان وإلى المراجع الآخرين إلى متى تبقون تكذبون على الشيعة وتضحكون على الشيعة أنا لا تحدثوا عن شيعة أهل البيت إنه شيعتكم شيعة المراجع شيعة الطوسي هذا هو الجزء الثاني من تفسير العياش وهو ضعيف أيضا بحسب المنهج الرجال والسندي لأسستان وأمثاله من مراجع النجف هذه طبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان إنه الجزء الثاني صفحة سعطعش الحديث ثلاثة وثلاثين عن العباس بن هلال الشام عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه العباس بن هلال الشام يقول قلت للرضا جعلت في ذاك وما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب الطعام الجشب الخشن وما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشع يتخشع يتظاهر بالخشوع هو ليس خاشعا وإنما يتكسر في مشيته ويأنه أنينا في صوته مو من نجفي كربلا إكلاوتي مثل ذول أمامنا الشرازية والسيستانية اللي من يتحدثون يلون أرقابهم ويقوم ينوص من يعجي يقوم يونون ما هالهتلية من هال السيبندية هالأمامنا جعلت في ذاك وما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب ويلبس الخش ويتخش فالإمام الرضا ماذا قال له أما علمت أن يوسف ابن يعقوب نبي ابن نبي كان يلبس أقبية الديباج الديباج نوع من الأنواع الراقية من الأقمشة كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب ويجلس في مجالس آل فرعون يحكم ولم يحتج الناس إلى لباسه الناس لا يحتاجون إلى لباسه وإنما يحتاج إلى قصطه إلى عدله إلى حكمته وإنما يحتاج من الإمام إلى أن إذا قال صدق وإذا وعد أنجز وإذا حكم عدل إن الله لم يحرم طعاما ولا شرابا من حلال وإنما حرم الحرام قل أو كثر وقد قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فنحن لا نحتاج إلى صاية يمتد عمرها إلى ثلاثين سنة ولا نحتاج إلى عباءة يمتد عمرها إلى أربعين سنة نحن نحتاج إلى مرجع صادق لا يكذب علينا لا يضحك علينا لا يضحك على الشيعة هذا هو الذي تحتاجه الشيعة ولا وجود له فيما بين الشيعة ولذا لأجل تغطية أكاذيبهم يساندون الفاسد ويستحمرون الشيعة فيصنعون منهم بهائمة يركبون على ظهورها هذا هو واقعكم يا مراجع النجا وحينما وحينما أتحدث عن السيستاني لأنه عن مرجع الأعلى وإلا فالبقية لا يختلفون عنه بأي شيء أنا ما عندي من مشكلة شخصية مع السيستاني لو أن أي مرجع آخر في موضعه لكنت أتحدث عنه ومعه بهذه الطريقة المشكلة ليست في الأشخاص المشكلة أساسا في المنهج لكنها تتحول إلى الأشخاص حينما يعرفون الحقيقة ويصرون على الباطل يعرفون الحق ويعرفون الهدى أين هو ويصرون على ضلالهم وإنما يحتاج من الإمام إلى أن إذا قال صدق وإذا وعد أنجز وإذا حكم عدل لا أن يوصي هالناس بالالتزام بالدستور وهو أول من زوره وهو يعمل بخلافه وقد عرضت لكم الحقائق الواضحة التي لا تحتاج إلى كثير من الجدل والنقاش هؤلاء شياطين أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء الذين يظهرون التزهد والزهد الكاذب أعود إلى تفسير إمامنا الحسن العسكري إلى هذا التفسير الذي ينكره السيستاني والخوئي والبقية الباقية من مراجع النجف وكربلاء حديث طويل عن إمامنا السجاد كان بود أن أقرأه عليكم لكنني لا أجد وقتا فهناك الكثير من المطالب في هذه الرسالة المفتوحة الموجهة إلى مراجع النجف الحديث عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه إنه الحديث السابع والعشرون صفحة أربعة وثلاثين أقرأ عليكم مما جاء فيه في صفحة خمسة وثلاثين الإمام السجاد يقول فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة كيف بترك الدنيا للدنيا إنه يظهر التزهد كي يكون زعيما كي يكون سلطانا على الناس وبعد ذلك ينقل السلطان إلى ولده ويقوم بتسليط أولاده وأصهاره على الناس هذا ما يفعله مراجع النجف وكربلاء فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا لماذا يرى أن لذة الرئاسة الباطلة الإمام يتحدث عن الرئاسة الدينية فالحديث من البداية إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته فرويدا لا يغرنكم إلى آخر الكلام إلى أن يقول فنصب الدين فخا له فهو لا يزال يختل الناس بظاهره فإن تمكن من حرام اقتعام ينصب الدين مصيدة فخا فالحديث هنا عن الرئاسة الدينية الباطلة هذا الإدعاء الباطل من أن المراجع نواب لصحب الزمان وهم لا يملكون دليلا واحدا على أنهم نواب لصحب الزمان فنصب الدين فخا لها فهو لا يزال يختل الناس بظاهره فإن تمكن من حرام اقتحم إلى أن يقول إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة فيترك ذلك أجمع لأي شيء طلبا للرئاسة حتى إذا قيل له اتق الله مثلما أفعل الآن معهم أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبئس المهات حتى إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن يعرفون الحقيقة يعرفون الحقيقة وأنا أقول لهم تعرفون الحقيقة بشكل كامل فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة صدقوني صدقوني أنا على علم مراجع النجف يتابعون هذه الحلقة وأنا أقرأ هذه الكلمات يجدونها تنطبق عليهم تمام الانطباق أنا لا أحدثكم بحديث الدعاية والتهريج أخاطب الذين يتابعون برامجي ويعرفون دقة معلوماتي وصدق حديثي أخاطب هؤلاء فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة هذا هو حال مراجع النجفي بالدقة الكاملة نذهب إلى فاصل